وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد أحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب فضلي راشد عليكم السلام أحترالله فضلي الشيخ عندي سؤال فضل عندي محلات الإيجار واتفرت مستاجرة تريد أن تفتح صالون نسائي هل في شيء من الأمن؟ إن شاء الله مرحبا عليكم السلام أم رضوان بارك الله فيك يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام أحتراله بركاته شيخ أبشرك يا رضوان حول إلى كريت شريعة وسجل على كريت شريعة في المدينة المنورة عسى أن يقبل والله منذ أن سجل وهو يصلي ويدعو حتى أنني خائفة علي إن لم يقبل أن يحدث له شيء فدعواتك يا شيخ أن يقبل الله يستر أمر يا رب الله يستر أمر ويختار لها الأصلح شيخ عندي سؤال شخصان صديقان يتحدثان الصديق الأول قال للثاني لماذا تأتي لنا تصامر عندي كثيرا لم أعرك فقال له صابحي بهو أنا هذه الأيام بصدد بصدد دراسة أو بصدد البحث عن الإمام البخاري رحمه الله فقال له الثاني والله يا أخي دوخونا هذا الإمام البخاري ولله اسمه حاشا لله قال له هذا الإمام البخاري كيف به يعني وهو غير مسلم أن يجمع هذا الكمل كثير من الحديث وفي هذا الوقت والله لو كان في زمننا هذا وبالطائرة لكان الأمر صعب يا شيخ من فضلك أن تفصل هنا في هذا الأمر قصد قصد غير عربي وش قصد غير مسلم قصد غير مسلم غير عربي غير عربي هنا غير عربي عفون عفون شيخ شيخ سؤال لو تفضلت يعني أن تشرح لنا الفرق بين الأولوهية والربوبية إن شاء الله شيخ سؤال أخير زوجي يعمل هو من ذوي الاحتياجات الخاصة يعمل كمدير مؤسسات مصلحة مديرية تقنية في شركة وطنية لبناء الطرق هو يصلي كل الصروات النهارية في في مصريات للورشات أينما يتنقل ولكن عندما يأتي في المساء يأتي متعب ويأتي بملفات سيعكفوا عليها يعني يدرسوها ويشتغلوا عليها فلا يصلي في المسجد إلا الجمعة ورضوان كما تعلم يبلح عليه كثيرا كثيرا فما رأيك يا شيخ طيب يا أختي مرضان أبشري بارك الله فيك شكرا جزيلا فيكم بارك أهلا وسهلا حمام محمد السلام عليكم عليكم السلام بارك الله فيك يا شيخ فيكم بارك عندي سؤال بخصوص ما الحكم في زوج توفيت زوجته وتزوج بأخرى ولكن بعد وفاتها يعني لا يذكرها إلا بالشر أو يذكر لها المساوة حتى باتهام يعني ليس بصدق أمام أبنائه ويستفزهم وهم يمتصلون غضبه بالرضاء والدين فلهم يعني طاقة فما الحكم في ذلك وما يفعلون يذكر من أختي محمد الميتة ولا الحية الميتة يذكر الميتة بسوء نعم يتهمها يذكر لها الشر لا يذكر لها الخير وفي أشياء يعني غلط وفي أشياء صحيحة وملحكم في زوجة الأب بعد أن يعني داتوا على قلبهم الأبناء واستقبلوها في المنزل بحيث أنه يرضى لله للوالد ثم تعمل فتنة وتنقل كلام خاطئ وأبنائك يسبونك وأبنائك يتمنونك الموت وكذا وكذا فملحكم كيف يعني يحتمل هذا هل يرضى للوالدين أننا ندوس على قلوبنا لهذه الدرجة أيضا لا يكلف الله نفسنا إلا وسعها وأيضا لا نتحمل على الأمنا المتوفية إن شاء الله إن شاء الله أخت الفاضل أهلا وسهلا محمد محمد أهلا مرحبا الشيخ شايف حالك محمد عليكم السلام ومحمد الله الله يسلمك حالك طب حالك تفضل طب عمرك عندي سوالة كنت طب عمرك مرقد أي أقولك كنت مرقد ومتخدر نعم وبعدين فاتني الصلاحة اللي هي الظهر والعصر ونسيت ما قضيت نسيت العقب يوم وعاد كفل قضيهم قضيتهم ولا بعد لا قضيت أنا بس قضيت واحدة قضيتها قدام صلاحة الظهر صليت الفرد وصليت الظهر دي والعصر صليت بعد العصر شاء الله يا محمد عاد ما عرف شو لي أبشر يا محمد مرحبا مرحبا أبو سعيد السلام عليكم شيخنا عليكم السلام وحسنا الله الله يسأل لك لما صلي مع الإمام كتابه مع الإمام لما يقول له الله أكبر أنا أنتظر لما آخر كلب يقول له الله أكبر أنزله إياه وله نازل أنزل معه شو الصح إن شاء الله السؤال الثاني لما أقرأ التحيات أقرأ دعاء وراه لما أخلص الدعاء أصلي على النبي ولا أسلم على طول إن شاء الله شكرا لك يا شيخنا مرحبا 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 عبد الله أهلا الله طول عمر قني أهلي ما دخلت المدرسة وني صغيرة ما معي إلا الفاتحة حق الصلاة والمعاودات بس إيه يعني ما درست يعني عمري ذي الحين سبعين سنة ولاد ما دخلوني ما دخلت وني صغيرة المدرسة طيب ويهي أم عبد الله وبعدين ما عندي إلا الفاتحة والمعاودات يعني يعني مقبولة صلاتي ولا لا إن شاء الله إن شاء الله طول عمرك عمرك طويل مرحبا أم عبد الله طيب أكتفل بهذا القدر بارك الله في الجميع بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ذاق الوقت عن الإجابة عليها الأختي معبد الله من السعودية تسأل تقول أنا أقرأ في مصحف الوالد فإذا قرأت منه هل يرجع الأجر للوالد أختي الفاضلة معبد الله بارك الله فيك بالنسبة للعبادة الشرعية هي القراءة هي قراءة القرآن هذا الأصل فالإنسان مطالب بأنه يقرأ القرآن وقراءة القرآن من حيث الوسيلة إما أن تكون قراءة من المصحف إما أن تكون قراءة من الصدر كأن يحفظ الإنسان وإما أن تكون من مصحف يملكه أو مصحف وقف أو ملك لغيره وإما أن يكون عن طريق مثلا هذه الأجهزة الحديثة فليس هناك شيء يعني يقف تقف عندها القراءة يعني الإنسان إذا ما وجد مصحفه ما يقول والله خلاص أنا تعطلت ما أقرأ إلا من مصحفي لأن هذه وسائل لتحقيق هذه الغاية وهي عبادة الله عز وجل بقراءة كلامه الذي هو صفة من صفاته فأختي الفاضلة يعني أنت إذا قرأت بمصحف الوالد فالأجر لك الأجر لك لأن الوالد ما عمل شيء إلا إذا كان الوالد قد أوقف المصحف نعم إذا أوقف المصحف فكل من قرأ فيه فللوالد أجر هذا الوقف أم عبد الله تقول هناك شخص تأخر عن صلاة الفجر صح الساعة السادسة وصل الفجر ولما أشرقت الشمس قام وصل سنة الفجر القبلية قضاءا ما حكم ذلك أختي أم عبد الله بارك الله فيك بالنسبة لسنة الفجر القبلية هي آكد السنن الراتبة ولذلك لم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا في سفر وكان يحث عليها صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فاتت الإنسان مثلا كان يكون رجل ذهب إلى المسجد ووجد الجماعة قائمة فإنه يدخل معهم ولا يصل لسنة الفجر والجماعة قائمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وأيضا إذا شخص استيقظ كأن تكون إمرأة استيقظت أو رجل استيقظ ولم يبقى على طلوع الشمس إلا وقت يسير لا يستوعب إلا صلاة الفرض نعم فإنه يصلي الفرض يصلي الفرض أولا لماذا لأن الفرض أوجب الفرض أوجب فإذا تزاحمت مصلحتان فيقدم المصلحة الكبرى والعليا وهي الفرض يبقى قضية القضاء يعني متى يقضيها هذه مسألة خلافية بين العلماء من أهل العلم من ذهب إلى أن يقضيها بعد الصلاة مباشرة يعني بعد صلاة الفجر ومن أهل العلم قال من يقضيها بعد ارتفاع الشمس قيدا رحمي يعني في وقت صلاة الضحى ولكل وجهة هو موليها ولكل فريق أدلته ولذلك من قضاها بعد شروق الشمس فلا ينكر عليه ومن قضاها بعد الصلاة فلا ينكر عليه الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن أم عبد الله تقول شخص حصل له حادث وقام ودفعت له شركة التأمين مبلغ تقول لما ذهب السيارة إلى الورشة زاد عنده المبلغ ما حكم هذا المبلغ الزاعد هل يرده أم يملكه أختي أم عبد الله بارك الله فيك بالنسبة للسيارة إذا حصل لها حادث لا بد أن نتصور مسألة وضعية السيارة فإن العرف يدل على أن السيارة التي تعرضت لحادث مروري وصلحت أو صبغت فإن قيمتها ستقل حتى لو رجعت كما كانت ولذلك الآن في عرف عند أصحاب المعارض لما يجي الشخص يعرض السيارة يقول له مصبوغة حصل لها حادث شيء لماذا؟ لأنه ينقص تنقص القيمة فكون الإنسان صلح سيارته المتضررة لا يعني والله أنه أخذ حقه كاملا لأن قيمة السيارة بنظر الناس ستقل يعني مثلا سيارة قيمتها مئة ألف أفترض حصل لها حادث وراح وداها للورشة وصلحوها ورجعت السيارة كما كانت من الصدق والأمانة إذا جاي يبيعها أن يقول والله هذه مصبوغة حصل لها حادث فما يمكن أبدا لأحد أن يشتريها بنفس المبلغ سيكون هناك فارق في السعر فارق في السعر ولذلك الشخص إذا ذهب إلى ورشة من الورش وصلح سيارته وعطاه التأمين مبلغ أفترض التأمين وعطاه خمسة آلاف فصلحها بأربعة آلاف الزيادة له الزيادة له إلا في حالة واحد أن يكون هو قد اتفق مع الورشة ليتحايل على التأمين هذا لا يجوز هذا محرم قال للورشة اكتب لي خمسة آلاف أو اكتب لي ستة آلاف ويروح يأخذ من التأمين وهو غير صادق لأن أصل الفواتير أو التقييم يكون بسعر ثلاث آلاف مثلا أو بسعر أربعة آلاف فهنا يحصل الفرق تنبهتي مع عبدالله للفرق ففي الأصل أنه يعني إذا فرض له التأمين مبلغ لأن التأمين أصل لا يفرض مبلغ عشوائي من خلال حسابات معينة أو من خلال تقييم معين ويختلفون يعني بعض التأمين يقول لا روح جيب لي فواتير فيشوف أقل الفاتورة تأتي وبعض التأمين يقول لك لا أخذ هذا المبلغ فهذا الملك له أما إذا كان الشخص يتحايل حتى يحصل على زيادة لا هذا ما يجوز وحرام عبدالله من الفجيرة يقول بأن تزوج امرأة ثانية يقول حصل مشادات مع الزوج الأولى ودائما تقول لي طلق الثانية يقول في ساعة قضاب وانفعال طلقت الحرمتين وهذه أول طلق يقول أريد أن أرجعهم عبدالله بارك الله فيك ورضي الله عنك وصلى الله تعالى يجمعك بزوجتك على خير ويجمعهم بك على خير أول أن يا أخي الفاضل بارك الله فيك يجب عليك أن تبتعد عن الانفعال والزعال والغضب وإذا غضبت يسلك المسالك الشرعية لأن طبيعي الإنسان يغضب لا يوجد أحد يسلم من الغضب والزعل لكن عليك أن تسلك المسالك الشرعية فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب يكررها ثلاثا صلى الله عليه وآله سلم ومن المسالك الشرعية أنك تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المسألة الثانية إذا كنت قائم تجلس وإذا كنت جالس تتجع تغير هيئة وحالتك حال الغضب لأن هذا يخفف عليك وحتى يمنعك من أنك تتصرف قولا أو فعلا يمنعك من أنك تتصرف قولا أو فعلا فإذا كنت قائم تجلس وإذا كنت جالس تتجع أو تخرج خارج البيت تخرج في المنطقة الساخنة المنطقة الملتهبة بالمشكلة تخرج إما غرفة ثانية إما خارج البيت إما كذا المسألة الثالثة ذكر بعض الفقهاء الوضوء وأخذوه من مجموعة نصوص تدل على هذا المعنى لأن الشيطان خلق من نار والغضب من الشيطان ولا يطفئ النار إلا الماء تتوضأ ولا تغتسل إذا وصلت وصل الغضب بك مرحلة متأخرة جدا كثرة ذكر الله عز وجل لأن ذكر الله مطرد للشيطان فتقول لا إله إلا الله سبحانه مثلا الخطاب العقلي يعني مع الحرم اللي أنت بينك وبينها الشقاق ونزاع تخاطب عقله ذكره بالله تخوفه بالله هذه فقط مقدمة المسألة الثانية الجواب لزوجتك الأولى وذكرها بالله وخوفها بالله سبحانه وتعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تطلب أن تسأل زوجها أن يطلق أختها لتكفأ ما في صحفتها ولذلك جاء التعبير بأختها لاحظ ما قال ضرتها ما قال جارتها قال تسأل طلاق أختها في دين الله في دين الإسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما عبر بأختها أراد أن يشير إلى أن هذه المرأة لا حق الأخوة الإسلامية لها حق الأخوة الإيمانية يعني يجب على المرأة أن تتق الله وأن تراقب الله سبحانه وتعالى وأن لا تسأل طلاقة تسأل زوجها أن يطلق أختها لتكفأ ما في صحفتها المسألة الثالثة زوجتك إذا كنت أنت غير عادل أو مثلا عندك تقصير ما تقول لك روح طلق زوجتك الثانية تقول لك لا اتق الله فيها وفيها هذا هو النضوج هذا هو العقل هذا هو الإيمان قبل ذلك هذا هو مراقبة الله سبحانه وتعالى تقول اتق الله أنت الآن عندك ظلم عندك كذا الذكر بالله تخوف زوجها بالله عز وجل أما تقول لك روح طلق لا فتحمل وزرها كثير الآن من النساء يحملنا وزر عظيم لماذا؟ لأن ضغطت على زوجها وأكرهت زوجها وجعلته تحت بعض الأمور حتى يطلق وطلق البريئة هذه المسكينة امرأة بريئة طيبة طرق باب أهلها وخطبها ما جاءها من الشارع بنت حمولة بنت ناس بنت أوادي من بيت محترم والله ضغطت الزوج الأولى قالت لها إما تطلقني ولا تطلقها ولا خلي لك العيال وراح تطلق الثانية ظلما تحت وطأة يعني إزعاج الأولى وهذا الطلاق تتحمل من؟ الزوج يتحمل الزوج الأولى أو العكس أيضا بعض الأحيان في العكس الثانية تضغط على الزوج تقول لها تطلق الأولى وهذا ناد وإن كان نادر لكنه موجود فهنا من الذي يتحمل الذن تتحمل هذه المرأة لأنها تسببت وإن كان المباشرة الزوج لكن هي تسببت وهذا المسكين يقول أنا أخاف عيالي يضيعون أخاف كذا وكذا وراح تطلق الثانية بنت الحلال المسكينة اللي ما لها ذنب ما لها ذنب ما سوت شيء جالسة بأمان الله في بيتها وشقتها وملحقها وما لها علاقة تقول لا إما أنا وإلا هي وربما طلقها وظلمها و هي مسكينة ما لها ذنب المسألة الأخرى يا أخي الفاضل بارك الله فيك وصيك بتقوى الله وبالعدل بين الزوجتين وبالنسبة لما ذكرت من قضية الطلب يعني ما هو السبب لماذا طلبت هل ذكرت لك شيء مقنع مثلا إذا قلت لي نعم يعني احرص على أنك تترك هذا الشيء الغلط يعني تتركه الآن اليوم تأخرنا أكيد أنت من المس تنتظرنا يا أخي عبد الله لأننا سامحنا انتهى وقت البرنامج الآن تراجع زوجتيك لأن في العدة مدام ذكرت منها من ثلاثة أيام هنا ما زلنا في العدة فأنت الآن أمامك العدة ما هي العدة أن يحضن ثلاث حيض إذا حاضت كل امرأة الحيضة الثالثة واغتسلت خلاص خرجت من ذمتك ما تحلك إلا بعقد جديد الآن الآن راجع زوجتك الأولى قل يا فلانا راجعتك حتى لو ما رضيت لأنه ما يشترط رضاها في الرجعة والثانية تقول راجعتك يا فلانا وتعدل بينهما وتتق الله وتشيل من قاموس ألفاظك شيء اسمه الطلاق يعني الثانية وش ذنبها يعني أنت الآن رحت طلقت الأولى لأنه أزعجتك وضغطت عليك طيب الثانية وش ذنبها فلا تضيع انتبه لا تضيع في مثل هذه الفترة راجع زوجتيك وإن شاء الله تكون بداية طيبة لك ولهن أن يتقين الله ويمكن هذه الحادثة يعني وإن كانت مكروهة لكن لعل فيها خير وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم اتنبهك أنت اتنبه زوجتك الأولى أن الوضع خطير وأنه ممكن يحصل فراق ويحصل كذا اتنبه زوجة الثانية أيضا أنها يعني تحرص على يعني على قضية أنه ترضيك وأيضا تقدر ظروفك الأخرى بارك الله في الجميع رانا من العراق تقول يعني بالنسبة للوضوء تقول أنا أنسى أحيانا وأنا أتوضى غسل عضو ثم أرجع وأعيد الوضوء من جديد رانا بارك الله فيك بالنسبة للوضوء رتبه الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذا ترتيب الوضوء والنبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف وضوءه كان مرتبا ولذلك ترتيب بين أعضاء الوضوء في قول جماهير أهل العلم فرض من فرض الوضوء لا يصح الوضوء إلا به المسألة الثانية بالنسبة للنسيان إذا كان لك عادة وأيضا شيء مستمر فعندك مشكلة يا رنى تحتاجين أن تراجع نفسك لماذا؟ هل أنت وأنت تتوضعين مشغولة تكلمين مثلا في الهاتف مثلا أنا أسأل لأنه ليس معقول أن الإنسان ينسى دائما أعضاء الوضوء جرت عادة الناس يا رنى أن الوضوء مثل ما يسمونه الآن بالمصطلع أوتوماتيكي سبحان الله تعودوا الناس يجي الناس أبدا أغلب الناس ما يتذكر يقول أنا تمضمس وستنشقت وغسلت ومسعت خلاص أصبح عادة ليش؟ أنه يوميا خمس مرات ست مرات عشر مرات يتوضون الناس وبعضهم مرتين ثلاثة إذا ما كان انتقض وضوءه فهذا عبادة يومية أصبحت الإنسان يتعامل معها بطريقة يعني عادية هكذا بطريقة مألوفة بطريقة لا يستحضر لا يحتاج أن يتذكر هذا الشيء لأنه مألوف فتنبهي أختي الفاضل أما إذا تقولي لا أحيانا طيب الترتيب بأي شيء إذا قلتي لي بين العضوين كيف تعيدين الوضوء يعني أفترض الآن أنت رحتي وغسلت اليد اليسرى وتذكرت بأنك ما غسلت اليمنى قبل تغسلين اليمنى ما تعيدين وضوءك لأن الترتيب بين اليدين سنة وليس بفريضة أو غسلت قدمك اليسرى قبل اليمنى وضوءك صحيح كيف تعيدين الوضوء من جديد كيف تعيدين الوضوء من جديد لأن الترتيب بين العضوين سنة أهم شيء أنك تغسلينه بعد غسل الوجه فلو بديت باليسرى قبل اليمنى صح وضوءك في اليدين وفي الرجلين تقول لي لا أنا أحيانا أغسل وجهي وبعدين أروح أمسه راسي زين وأنسى أني غسلت إيديه ترجعين وتغسلين إيديكي ما تغسلين وجهك من جديد وما تبطلين وضوءك واضح الآن غسلتي وجهك تمضمظتي واستنشقتي وغسلتي وجهك فأخطأتي في الترتيب رحتي مسحتي راسك زين وبعد مسح الراس رحتي غسلتي قدميكي وتذكرتي بأنك ما غسلتي اليدين الثنتين ترجعين وتغسلين اليدين وتمسحين الراس وتكملين بارك الله فيكي أفترض مثلا أنت غسلتي وجهك وغسلتي إيديكي ونسيت مسح الراس ورحتي غسلتي قدميكي زين غسلت القدمين ما تروحين تبطلين الوضوء وتعيدين من جديد لا ترجعين تمسحين الراس وتكملين وتغسلين القدمين واضح يا رانا فما يصلح أنك تنقضين الطهارة بمثل هذه الطريقة أو الوضوء عفوا بهذه الطريقة رانا تقول يعني ما حكم الشخص الذي يجعل الصلاة هم يريد فقط أن يرتاح منها رانا بارك الله فيك بالنسبة لمن يجعل الصلاة هم على نوعين شخص محمود وشخص مذموم أما الشخص المحمود فهذا الذي شغله الشاغل وقلقه الساهر هو الصلاة فتجد دائما قلبه معلق في الصلاة كلما دخل الوقت علم بأن ذمته اشتغلت بهذه الصلاة ويريد أن يصلي هذه الصلاة وهذا يعني شخص محمود هذا شخص ولله الحم يعني يبشر بخير وذلك أن الله جل وعلا قال وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ فأهل الخشوع يحبون الصلاة وإذا اشتغلت الذم بها انشغلوا بها وبوقتها وبطهارتها بالطهارة لها ومتى يؤديها ولذلك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل يعني ومرأة وإن كان المرأة لا يجب عليها الصلاة لا يجب عليها صلاة الجماعة في المسجد قلبه معلق بالمساجد قلبه معلق بالمساجد يعني دائما همه وشغله المساجد و النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاءت مجموعة أحاديث تشير إلى أن من ينتظر الصلاة فهو في رباط في سبيل الله رب العالمين فهذا جنس محمود ولله الحمد أما الجنس الآخر الذي تقولين بأنه يعني هم متى ما أن ترأي يعني أداها يريد أن يلقي هذا الهم عن كاهليه وهذا الحمل عن ظهره فهذا للأسف الشديد ما عرف قيمة الصلاة و ما عرف نعمة الصلاة اللي أنعم الله عز وجل بها على عباده ولذلك للأسف الشديد هذا الجنس موجود كثير فقط يريد أن يلقي هذه الصلاة عن كاهليه و عن ظهره و يقول مثلا خلص بس و هذا لهم علامات من ذلك إذا سلم الإمام وين باب المسجد ركض ينطلق ما في سبب إلا أنه يقول بس متى ينتهي الإمام و لذلك تجده في قلق متى خلص الإمام و إذا طول الإمام الويل و الثبور و عظائم الأمور تقطيع في الإمام و غيبة و تحريض عليه و فتنة عليه نسأل الله العافية طول فينا كم طول ست دقائق أو خمس دقائق و تجده يعني يقرض عرض هذا الإمام قرض في المجالس و كذا طول لماذا؟ لأن أصره هو مصلي شكلا هو مصلي شكلا فيريد أن يلقي الصلاة عن ظهره كذلك لبعض النساء في البيوت فقط من تسلم انطلقت وين؟ يعني لشوف بعض الناس حينما ينتهي من الصلاة و يقوم تقول هذا خير عنده حالة إسعافية مثلا يعني الإنسان يتصور أن حصل لها مرض حصل لها شيء في كذا ما عنده شيء يروح للوسائل التغاصل يفتح التلفون و يبدأ يسبح في هذا الفضاء من المواقع و من التطبيقات و نسأل الله العافية و السلم أو يروح إلى مجالس القيل و القال و لذلك يا أخواني أخواتي الصلاة هذه نعمة من نعم الله عز وجل سماها الله إيمانا قال تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ إِيمَانَكُمْ الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر الصلاة نعمة من نعم الله و جنة جعلها الله عز وجل في الدنيا يتصل بها العبد مع ربه جل و علا سميت الصلاة صلاة لأن صَلَ بين العبد و بين ربه الصلاة يلجأ إليها الحزين و المهموم و المغموم كان النبي عليه الصلاة و السلام إذا حذبه أمر قال أرحنا بها يا بلال الصلاة حينما تركع توضع جميع ذنوبك على ظهرك فإذا قلت سمع الله لمن حمد تناثرت الذنوب تطلع من الصلاة ما عليك ذنوب ولا آثام ولا خطايا الصلاة مناجاة بين العبد وربه أنس بالله سبحانه وتعالى الصلاة فيها قراءة كلام الله الذي هو الصفة من صفاته القرآن منزل غير مخلوق من الله بدى وإليه يعود الصلاة تذهب إليها بأجر وتعود منها بأجر الصلاة خير كلها الصلاة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ولذلك السبب السبب اللي يدفع كثير من هؤلاء إلى عدم الاهتمام بالصلاة أولا أنه ما عرف قيمة الصلاة أغلب الناس ما عرف قيمة الصلاة صلاة تقليدا نشأ في بيت وأسرة ووالدين وجهوا للصلاة صلاة ما عرف قيمة الصلاة ولذلك طبيعي جدا أنه يقول متى نشيلها الحمل عن ظهورنا الأمر الثالث عفوا الأمر الثاني ما عرف كثير من المصلين أسرار الصلاة ليش لما يقف يقول الله أكبر ويضع يده بهذه الطريقة لماذا هذا فيها سر عظيم سر عظيم هكذا تقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى طيب ليش تركع هذا الركوع وتقول سبحانه رب العظيم والسجود تسجد تجعل أشرف شيء عندك اللي هو الجبهة والأنفع على التراب على الأرض تقول سبحانه ربي الأعلى لماذا هذه الفاتحة السورة التي جميع الكتب السماوية مختصرة فيها كما قال الحسن وغيره والفاتحة اختصرت في إياك نعبد وإياك نستعين هذه الصلاة اللي فيها الدعاء في أولها وفي أوسطها وفي آخرها نناجي ربنا سبحانه وتعالى ما فقها كثير من الناس أمر ثالث السرعة وعدم الاهتمام والإتيام بسنن الصلاة طبيعي سبحان الله فرق بين من يأتي بالسنن يشعر بلذة ويشعر بروحانية وهو يصلي أما الذي لا يهتم صلاة جافة يابسة صلاة ميتة ما فيها روح يصلي هكذا فقط وليك تجد بعض الناس إذا وقف الصلاة مثل يتمارض مثل المريض ترنح وينزل يد ويرفع يد ويميل برأس ليش ما أعرف قيمة الصلاة ولا أتى بسنن الصلاة مثال الأخرى كيف الآن أستعجل في السجود والله جل وعلا يقول واسجد واقترب ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربيه وساجد أقرب ما يكون العبد إلى ربيه وساجد أفضل حالة وأعظم حالة تكون فيها قريب إلى الله الذي على العرش استوى حالة السجود لما تضع جبهتك وتلقي برأسك تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلاء العظيم جل وعلا في حالة عظيمة يراك الله عز وجل منكسر منطرح بين يديه هذه حالة عظيمة كيف الآن تنقر نقر الغراب تنقر نقر الغراب أطل السجود ناجي ربك سبحانه وتعالى هنا تشعر بقيمة الصلاة والحديث حول هذا طويل وأنا أخشى الوقت يذهب علي لكن عموما هذا واقع للأسف الشديد واقع كذلك الاعتناء بسنن الصلاة القبلية والبعدية أذكار الصلاة أذكار الصلاة وفيه رسالة أخيرة الآن هؤلاء السرعان هؤلاء العجلاء في الصلاة يزورون المقابر يروحون المقبر ويزورون يشوفون هؤلاء المقبورين هل فعلا يعني خلصوا جميع أشغالهم في الدنيا أبدا ما في ميت خلص سغلة في الدنيا كل ميت مكلف يعني باله كبير أشغاله خلفها وراء فأنت وين تركض كل شيء ملحوق ما في شيء في الدنيا إلا هو ملحوق لكن الموت أبدا إذا مات الإنسان أنت خلاص طويت صحيفة أعماله بقي الجزاء فقط ولذلك بعض الناس يصلي أهم في الدنيا قلبه مع الدنيا مع الأشغال طبيعي ما يخشع وطبيعي تكون الصلاة ثقيل عليه لكن الشخص الذي إذا جاء للصلاة خرج من كل شيء إليها دخل في هذا الصلاة ويعلم بأن الله ينظر إليه ويعلم ويرى مكانه ويسمع كلامه ونجواه يناجي ربه سبحانه وتعالى طبيعي يتلذذ طبيعي يتلذذ بعض الناس يقول يا أخي ما نشعر بهذا اللي تتكلمون في هذا كلام نظري أنا أقول له صحيح ما تشعر فيه لماذا لأن الخلل عندك أنت الخلل عندك أنت يعني القصص التي نذكرها هذه ليست من الخيال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام السلف الصالح هذه ليست خيال هذا واقع وفيه ناس ولله الحمد إذا دخلوا في الصلاة موجودين إذا دخلوا في الصلاة عرفوا قيمة الصلاة ونعمة الصلاة ويتلذذون ما يتمنون حتى الإمام يسلم ليش لأنهم يتلذذون بالصلاة صلى الله تعالى يعننا وإياكم رانا بارك الله فيها تقول يعني أنا لما أتوضى أزيد في ماء الوضوء بالنسبة للعضو يعني أتجاوز المرفق وأتجاوز الكعبين هل هذا من السنة نعم اخت الفاضل يعني ثبت عن أبي هريرة وعن جمع من الصحابة أنهم كانوا يتجاوزون ولذلك تغسلين المرفقين وشيء من العضد هذا يسمى العضد زين المرفقين وشيء من العضد وتزيدين على الكعبين شيء يسير بارك الله فيك رانا تقول يعني حديث من صلى الفجر وجلس يعني يذكر الله ثم صلى ركعتين تكتب له حجة وعمرة تامت تقول هل هذا يلزم في كل يوم أو كل مرة أختي رانا بارك الله فيك أولا جاء الحديث هذا عند الترمذي بإسناد متكلم فيه أن من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة 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 الحديث هذا طبعا مختلف فيه من جهة الإسناد ضعفه جمع كبير من أهل العلم وحسنه كثير من العلماء من أهل الصنعة والحديث مقبول في الجملة مقبول يعني قابل للتحسين ولله الحمد والمنة والمقصود أن من جلس من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين يعني صلاة الضحى هذه ركعتين صلاة الضحى كتبت له حجة وعمرة تامة تامة فيما يظهر والله أعلم أنه لكل يوم يكتب له الأجر هذا لكل يوم ولا يلزم أن تكون مواضبة عليه لا يلزم أن تكون مواضبة عليه فيما يظهر والله أعلم رانا تسأل عن قبول الأكل في بعض الاحتفالات غير الشرعية تقول محكم ذلك أختي الفاضلة رانا بارك الله فيك يعني بالنسبة للأكل في بعض الاحتفالات غير الشرعية إذا كان الأكل هذا ذبائح ذبحت قصدا لغرض أو لنية هذا الشخص أو كذا هذا لا يجوز هذه ذبائح محرمة أما إذا صنع طعام مثلا بعض الكيك بعض كذا والإنسان محتاج إليه فيظهر بأنه لا مانع من ذلك لا مانع لو أكل الشخص من هذا مع التورع بالترك وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم أكلوا بعض الطعام الذي جاء من أعياد غير المسلمين فإذا كان الإنسان محتاج إليه يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك والله أعلم راشد بن أبوظبي يقول عندي محلات للإيجار جاءتني أمرأة تريد أن تستأجر محل صالون نسائي يقول ما حكم ذلك راشد بارك الله فيك الأصل الجواز يجوز لك أن تؤجر محل من محلاتك صالون نسائي يجوز لك إلا إذا غالب على ظنك أن هذا الصالون سيرتكب الأمور التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام من النمص مثلا أو الوشم أو بقية الأشياء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النمصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمان وإن كان بعض العلماء يقولون الإثم على من يستعمل أما الأصل فما دام أن الأصل جواز التأجير أنت لا يضرك شيء أنت لا يضرك شيء فأنت لو أجرت ما عليك شيء ولو شرت على مثلا أنه ما يستعمل الشيء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يكون أفضل يكون أفضل إذا تورعت أردت التورع يكون أفضل لك أيضا يعني من باب آخر لكن عموما لو حصل لا شيء عليك أمرض وان من الجزائر تقول يعني هناك شخصان يتحدثان يقول ليش ما تأتي تسهر عندي وشيء قال لو والله أنا بيصدد كتابة بحث عن الإمام البخاري تقول هذا الشخص قال دوقتونا في البخاري شخص غير عربي معقول يجمع هذا الكم من الأحاديث أختي أمرض وان بارك الله فيك بالنسبة يعني لمثل هذا الشخص الذي يتكلم على مثل هذه القامة ومثل هذا الجبل أكيد بأنه جاهل ولذلك مثل هؤلاء الأشخاص يعذرون بجهلهم وكفى بالجهل سبه نسأل الله العافية والسلام كفى بالجهل سبه ما عرفت أحد أنه يمتدح نفسه بالجهل ولذلك مثل هؤلاء الأشخاص إما يكون جاهل جهل مركب أو يكون ضحية كلام سمعه وقاله وتعلق به وهذا أيضا يدخله ضمن الإمعات لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكون أحدكم إمعه يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أنا أحسنت وإن أساء وأساءت ولكن وطنوا أنفسكم وهذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه صحيح والمعنى بأن من يتعرض لمثل هذه هؤلاء العمالقة من عمالقة الإسلام هذه الألقامات العظيمة التي أجمع أهل الإسلام على منزلتها ومكانتها فيدور بين كونه جاهل وبين كونه إمعه يسمع الناس يعني مثل ما يصيح بعض فراخ الدجاج يسمع صراخ الدية فيصرخ وما يعرف ما معنى هذا الصياح هذا الأمر الأول وبالمناسبة لما نقول يُعذر هذا من باب الاعتذار له كونه جاهل يعني يُعذر لأنه جاهل نحن نعتذر له إذا كان جاهل أو إمعه أما إذا كان قصد هذا خصمه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تعرض لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني بالنسبة لدين الإسلام دين لا يقوم على الطبقية والعنصرية ولا على الفئوية من قال لا هذا يعني مشكلة ثانية عنده دين الإسلام دين شامل دين عالمي دين لا يعني يعتني بجنس دون جنس بلغة دون لغة وبطائفة دون طائفة الناس في الإسلام ما بين بر تقي و ما بين فاجر شقي و لذلك الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم و النبي عليه الصلاة والسلام قال سُعِل من أكرم الناس؟ قال أتقاهم أتقاهم أتقى الناس أكرم الناس هو أتقاهم و لذلك الإسلام ما يعترف به النبي عليه الصلاة والسلام وضع هذه كلها تحت قدميه وضع أوضار الجاهلية و وضع عقائد الجاهلية و وضع هذه الأفكار و التصورات تحت قدميه في حجة الوداع و أعلى من شأن الإنسان و دين الإسلام من اعتنقه و عمل به فهو أكرم عند الله و لو كان الآخر أقرب نسبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثال عندنا أبو لهب أليس عم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى أين أبو لهب؟ في نار ذات لهب بلال عبد حيبشي كان يجلد و يضرب بالصياط و يهان كما تهان الدابة لكن الله رفع أعلى شأنه حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال أخبرني بأرجع عمل كنت تعمله فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة بلال بالرباح ما الذي رفع بلاله و وضع أبا لهب؟ الإيمان و تقوى الله سبحانه وتعالى و لذلك ما نعترف نحن بهذه عمر بن الخطاب لما كان مسافرا و استقبله والي مكة فالطريق يسلم عليه قال من تركت على مكة؟ يعني على أمير خلفته و وكيل عنك قال ابن أبي أبزة قال من ابن أبي أبزة؟ قال هذا مولى من الموالي فانتفض عمر و انتفخ قال كيف مولى توليه على قريش رجالات قريش فقال يا أمير المؤمن انه يحفظ القرآن فسكن عمر سكن و هدأ قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما و يضع به آخرين يرفع بهذا الكتاب أقوام و يضع به آخرين و لذلك عطاء ابن أبي رباح هذا الذي ما فيه كتاب من كتب الإسلام و لا فن من الفنون إلا و فيه ذكر عطاء هذا العملاق من عمالقة العلم لما نجي إلى ترجمته كان أسودا أفطسا أعورا مشلولا مشلول و أعرج أيضا لكن ما الذي رفع عطاء حتى أن بعض خلفاء بني أمية يأتي في حلقته و يثني ركبتي عند عطاء العلم هو الذي رفعه العلم مسألة أخرى بالنسبة للأخ هذا يحتاج إلى أنه يتعلم و يتواضع و يذهب يسأل أهل العلم كيف جمع الإمام البخاري هذا العدد و كيف الآن يتصور أنه والله المسألة لازم طيارة يطير فيها كانوا قديما يعني يسافرون و يذهبون البخاري يعني حصل من أكثر من ألف شيخ في مكة و في الشام و في العراق و طبعا في مكة و المدينة الحجاز عموما و في العراق و في بلاد الشام علماء كان المدينة الواحدة فيها آلاف العلماء هو الآن يقيس على وضعه ما يوجد في الدولة كلها إلا عالم يصبح طلبة العلم أندر من الكبرية الأحمر لا يقيس هذا الشيء على واقعه و قضية بعض الناس يعتقد أن البخاري هو أول من جمع الحديث هذا غير صحيح جمع الحديث في عهد النبي عليه الصلاة و السلام كان يجمع عبد الله بن عمر بن عاص و كان يكتب لأبي شاه و جمع في عهد الصحابة جمع الحديث و كتب و أرسل أبو بكر رضي الله عنه أحاديث و جمع في عهد كبار التابعين يعني الحديث كانت مجموعة أصلا و بعدين الحديث و حي الله عز و جل الله عز و جل ماذا يقول قال يقول جل وعلا و اذكرنا ما يتلى في بيوت كن من آيات الله و الحكمة قال العلم الحكمة السنة قال جل وعلا و يعلمهم الكتاب و الحكمة قال العلم الحكمة السنة و النبي عليه الصلاة و قال ألا إني أوتيت القرآن و مثله معه و الله جل وعلا يقول و ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى بربك يا أمر رضوان هل يعقل النبي عليه الصلاة و السلام أرسله هكذا ربنا جل وعلا فقط ليقول للناس أنا نبي فقط ما عنده مهمة الله عز و جل قادر ينزل القرآن على جبل و إلا على شجرة و إلا يلهم الناس القرآن لكن الله تعالى أرسل نبيه ليبين هذا القرآن و ليوضح للناس الآن كيف عرفنا الصلوات خمس و كيف عرفنا الظهر أربعة و المغرب ثلاثة و الفجر ثنتين كيف عرفنا الزكاة و كيف عرفنا الحج يقول إن سنصلوا و كما رأيتم و مني أصلي يقول عليه الصلاة و السلام خذوا عني مناسككم و لذلك يقول أبو عالي الرياحي القرآن يحتاج إلى السنة و السنة لا تحتاج إلى القرآن و قد صدق الآن القرآن ليس كتاب تاريخ و لا تفسير و لا فقه قواعد قواعد دستور اللي يفسر هذا الدستور يفسر هذه القواعد هو النبي عليه الصلاة و السلام طيب هل يعقل أن الله عز و جل يترك الأمة هملا هكذا ما يحفظ بها السنة ما يهيئ من يحفظ السنة لا يعقل أبدا لا يعقل و لذلك الله قال إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون قال العلماء الذكر اثنان القرآن و السنة القرآن و السنة و بعدين عملية الجمع هذه يعني عملية هي تمثل معجزة من معجزات الأمة فالأخ هذا بارك الله فيك و فيه يعني ممكن أنه يتواضع و يروح يقرأ كيف جمعت الأحاديث و كيف الآن و هل البخاري فقط ما عنده إلا هذا الكتاب و الذي عنده هذا الكتاب على شروط صعبة و ليست السنة فقط في البخاري مسلم عندنا موطأ مالك عندنا مسند أحمد عندنا سنن أبي داود عندنا سنن الترمذي عندنا سنن ابن ماجة عندنا سنن النسائي عندنا المعاجم الثلاثة للطبراني عندنا سنن البيهقي عندنا دواوين سنة كثيرة مسند الإمام أحمد قريب من أربعين ألف حديث جمع جميع الأحاديث لكن هناك من اجتهاد و توجه إلى ضبط هذه الأحاديث الحديث حول هذا الطويل لكن عموما هذه رسالتي و جوابي أم رضوان تريد كلام حول معنى الربوبية و الألوهية أختي الفاضل أبارك الله فيك بالنسبة للربوبية و الألوهية عندنا علاقة المسلم بربه جل وعلا تقوم أولا على عقيدة أن الله موجود هذا الأمر الأول بأن الله تعالى موجود طيب أين موجود على العرش استوى سبحانه و تعالى و قد جاء في سبع آيات في القرآن أن الله تعالى مستوى عن العرش قال تعالى الرحمن على العرش استوى فالله تعالى موجود و سبحانه و عز هو خالق هذا الوجود خالق هذا الوجود فكل ما سوى الله مخلوق العرش فما دونه هذه قاعدة كل ما سوى الله مخلوق العرش فما دونه كل شيء كل شيء مخلوق لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى المسألة الثانية أن الله جل وعلا هو الرب الخالق الرازق المحي المميت المدبر هذه يسمونها التوحيد الربوبية هذه يسمونها توحيد المعرفة والإثبات هذا يطلق عليها العلماء بمعنى أن الله نؤمن بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحي المميت و هذه بالمناسبة ما أنكرها أحد أبدا من البشر و ما حصل من فرعون إنما هو مكابرة و عناد قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى لما أدركه الغرق ماذا قال قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل و أنا من المسلمين جاءه الجواب آآآن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين فالمقصود بأن جميع الخالق فطرهم تؤمن بأن الله هو الحالق هو الرازق هو المحي هو المميت لذلك المشركون كانوا إذا ركبوا في الفلك و اضطرب بهم البحر يخلصون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون نسأل الله العافية والسلامة يعني في الشدة يشركون عفوا في الشدة يخلصون وفي الرخاء يشركون هذا لو اعتقده الإنسان ما يكون يعني ما يجعله مسلما ما يجعله مسلم هذا لأن المشركين كانوا يعتقدون هذا ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله طيب ما أدخلهم في الإسلام حتى يصرف العبادة لله وحده ولذلك هذا هو يسمى توحيد ماذا القصد والطلب أو الألوهية توحيد العبادة الألوهية بمعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله لا معبود حق إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله يعني لا يجوز أن يصرف أي نوع من أنواع عبادة إلا لله وحده لا شريك له هذا باختصار بارك الله فيك الله المستعان طيب الوقت أدركنا عموما أمر رضوان تقول زوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة مديرية لبناء الطرق وكذا تقول يصلي في المصليات في البيت يصلي في البيت إلا الجمعة تقول ابنه يعني ينكر عليه أمر رضوان بارك الله فيك يعني بالنسبة لزوجك إذا كان فعلا من ذوي الاحتياجات وما يستطيع الوصول إلى المسجد إلا بصعوبة فإنه لا بأس أن يرخص له في الصلاة في البيت لكن الجمعة يحرص عليها أما إذا كان لا يستطيع الذهاب ولكن عنده ملفات وشغل لا ما يجوز أن يقدم حق الدنيا على حق الله عز وجل وما في تعارض يصلي الحمد لله إذا سمع الإقامة ذهب وصلى في المسجد ويعود وينهي عمل الشركة أم محمد من الشارقة تقول يعني توفي زوج تزوج امرأة وتوفيت عنه ولديها أولاد تزوج بأخرى تقول يعني للأسف دائما ما يذكرها بخير ويتهمها ويذكرها بسوء وتقول يعني الزوج الثاني للأسف الشديد يعني تحرص زوجها وتعمل فتنة والأولاد يعني يريدون رضا الله سبحانه وتعالى بطاعة الوالد وكذا شيء من هذا القبيل يا أم محمد بارك الله فيك أولا لا يجوز للمسلم أن يذكر الأموات إلا بخير ولذلك ورد في بعض الأحاديث وإن كانت محل بحث وكلام عند أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذكر الموتى بخير ذكر الموتى بخير اذكروا محاسن موتاكم و هذا الحديث لا يصح لكن معنى الصحيح المعنى الصحيح و الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر زوجته و خديجة بخير و الناس يذكرون موتاهم بخير فالأصل أن الميت مدام الإنسان مدام مات و انتقل عن هذه الدنيا خلاص الآن بين يدي أرحم الراحمين و لا يذكر إلا بخير هذا الأصل هذا الأصل المسألة الثانية لا يجوز للزوج تحت أي ظرف أنه يعني يجرح مشاعر أولاده أو أنه يتقرب إلى زوجته الثانية بسبب الأولى الميتة هذا حقيقة كلام يدل على رقة في الدين و نقص في العقل على رقة في الدين و نقص في العقل حتى لو حصل بينه و بينها شيء في حياتها أو اكتشف بعض الأمور بعد وفاتها مثلا فقدمت الزوج الثاني له شيء هذا كلام مرفوض شرعا و عقلا و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يذكر خديجة و تغار عائشة و تقول له يعني أبدلك الله ببكر و ماذا تريد بامرأة حمراء الشدقين يعني كبيرة في السن كان يغضب عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رزقني حبها و أن لي منها ولد فكان يرفض أن أحد يتعرض لخديجة و لو على سبيل المزاح فحقيقة شخص ماتت زوجته و يطعم فيها و يسبه أمام أولاده هذه رقة في الدين ضعف الإيمان و نقص في العقل يعني ماذا يرجو الآن من أولاده يعني هل يحبون و يتقربون إليه مثل حالة لو ذكر أمهم بخير الشيء الآخر من الدين و العقل أني أذكر المحاسن و أدفن السيئات خاصة مع الأموات من الدين و العقل أني أذكر المحاسن و أدفن السيئات هذا يعني يكون الإنسان فعلا قريب إلى الله سبحانه وتعالى و أي شخص أي شخص يعني تقوم زوجته الثانية بتحريضه على أولاده أنا ما ألوم الزوج الثاني أنا ألوم هو لأنه ضعيف أي إنسان يتغير على أولاده يتغير على والديه يتغير على زوجته الثانية بسبب زوجة إحدى الزوجات و الله أنا ما ألومها لأنه وجدت شخص ضعيف و استطاعت أن تمرر عليه مثل هذه الشغلات و يبدأ يظلم عياله و يظلم بيته و لذلك هو المسؤول أمام الله عز وجل المرأة إذا علمت من الرجل الحزم و العزم و الشدة و أنه ما يسمع في خطوط حمراء ما تتجرى أن تقول له عيالك سووا و بناتك سووا أبدا و لذلك الوالد يتحمل مسؤولية كاملة أمام الله سبحانه وتعالى في مثل هذه القضية فأنتم ذكروا بالله و خوفوا بالله و قلوا له يعني هذه مهما كان أمنا و مهما كان بينكم و بين عشرة مهما كان يعني ما يجوز مثل هذا الكلام و ممكن أن يدخل أحد أخوانا و يدخل أحد أقاربه يذكر يعلمه بالشغلات هذه يقول هذا ما يجوز و حرام و لا يسمح لزوجته الثاني أن تتجاوز هذه الخطوط لتسبب قطيعة بينه و بين أولاده أو تزرع الحقد و الكراهي و تكرس مثل هذه البغضاء بين أسرة طيبة و محترمة و الناس يخافون الله سبحانه و تعالى عموما أخي محمد بن العين أبو سعيد بن أبو ظبي و عبد الله بن أبو ظبي أيضا و الله أعتذر منكم وقت البرنامج انتهى و المشكلة وين غدا عندي حلقة الإجابة على الواتس أب الجمعة و السبت يبقى متى؟ يوم الأحد القادم إن شاء الله و أجيب على ما تبقى من الأسئلة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية اشتركوا في القناة